لكو انتغنسيونال للمجلس الشيوخ قانون على الهجرة قبل ما يمشي للبرلمان يقول لك قانون أبغازيف لكن المشكلة القانون هذي اللي يسميه أبغازيف ولا هكام حاد ولا يسر قوي اليمين الفرنسي ما راه مهوش مرضي تماما اي ناقص بشي يطرد اللي يحب يطردهم هو اللي هما يسميهم المنحرفين وبالنسبة لليسار قالك كيفيش نخدموا على إدماج الناس هذوما في الشغل وفي المجتمع نهار حديش ديسان يعود يتعرض القانون في البرلمان ما زين ما تخلش في الفصول اليسار بما فيهم معنى الزيكولوجيست رفضوا لا كيفيش هي متاع لديك متاع سبوعين قالوا باللغات الكل ماهوش بش يتعدى وش هو خطاب دامنا يعني ساعة منعش كنتبعوا في دامنا على تبعوها على تويتر دامنا حاجة كبيرة يعرض ديماجوجيا كيفيش يخرج الأمور من إطارها من الكونتكست متاحة بعيدا عن كل ماهو علمي مدروس ويجي يخذلك مثلا 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 متاع إنسان وصولوا عربية مثلا قام بجريما يقولك يحاول يعطيني مثلا اليماجة ديك للعرب مش ايد بانشور موقفوك دار في خطابه يقولك باترياء نحن بيهن مع البحن وخيبين مع الخيبين خطاب شعبوي خطاب بالحق يعني الكبير المتاع درمانا وقلا يسروا محدود يعني دوما بار بلا ودسا بار بيانسور انتوكا الهال انو هو معمول بيه معنى هذي ايه معمول بيها في فرنسا انو تتعمل لجنا تتسمى ميكست باريتر معنى هميكست يعني مختلطة أو باريتر فيها تنصف معنى تفيا قد ماتا عدد البرلمانيين قد عدد اللي سيناتر يعني ممثلي مجلس الشيوخ وبش تجتمع اول مرة نهار الثلين سمتاش ديسامبر الخامسة بتاع العشية مع العلم معنى انو الكوميسيون هذي تجتمع او يكلو صوتي صوتك محلية انا استشفت اللي دغمنا من عام ثلين وثمانين كنت تضمت او فهمت عام ثلين وثمانين ويدولي مقرش على الروح بالجدي خاطر الطريقة اللي يحكي بها بالحق فانسان يقش يسر ولي وتحسو تحسو صغير وتحسو خلينا فكح علينا من دغمنا فكح علينا من الاحكام معناها المجدور بش نلقيوا احكام دونك اخبار اليمن اليوم نقرأه في الاسوسيات بريس تقول لك الحوثيين عودوا استهدفون يقلت نفطه واشنطن تسقط مسايرة في البحر الاحمر معناها الحوثيين ما تحطوا هدف الحوثيين واضحين مش بداية قالوا اللي تدخلوا ولا تخرجوا مش اي سفينة اي سفينة باخرة متجهة نحو الكينوسوني ولا خارجة منه رايبش تاخذ صويرا واضحة العملية اللي كنت احكي تبارحة للباخرة النرويجية مش الكيان كانت معناها دونك ما تربط وعلى لي هذي نقلت نفط ترفع عالم جوزر مارشال دونك قادمة من الهند وماشى للقناة السويس وعليها لطاقم امني مسلح دونك تقول معناها المسؤول يقول انه سفينة حربية امريكية اسقطت طايرة مسايرة اشتبهوا انها كانت معناها تابعة للحوثيين وماشى للسفينة هذية والحوثيين اليوم الصباح دونك اطلقوا صاروخي على سفينة تجارية في مضيق بيب المندب اما ما اصبوش السفينة هما يهجمو دونك ورويترز معناها يذكرون معناها في المقال انه رويترز ذكرت عن مذكرة صادر معناها عن شركة بريطانية للامن البحري انه فما زادة زورق سريع فيه مسلحين اقرب من منزوز سفن كانوا بحثة ساحة الميناء الحديدة في البحر الاحمر باليمن هذية الكل ومعناها كما قلنا انه معتا اليمنيين قاعدين معتا مهمش يحيدوا على المبدأ اللي انتخذوه هذية كل قاعد يصعب معتا في التجارة ويتطلع في معاليم التأمين على الكيان بيدو لو انه معناها فما جدل فيما يخص معنا نحن ديما نقوله هل معتا اقتصاد الكيان سمعتا يزعزع هو يتمس لكنه كأنه مزيل معتا بلتو بيان معناها ما فاماش اليوم معتا القراءة تختلف انتو كالمرحلة القادمة يظهر لي بيش تكون أصعب لأنه نبارح شوفنا تطور كبير صار في وجهة النظر الأمريكية شوفنا جو بايدن شنو الحديث متاعه تقريبا 180 درجة تغيرت الأمور هل هذا سيؤثر على المسار متاحة جستو متاع الأمور كلها من هنا أو في الأيام القليلة القادمة يظهر لي أكيد انتو كا في ريون 21 فاما معتا عن ارتكل اسمو إسرايل من إيكونامي غزيليانت مالغري لا غير يعني رغم معتا تجنيد معتا الجيش الإحتياط والكل معتا الكاتب الأرتيك لي هو جون بيير سيريني يقول لك معناها على المدى القصير والمتوسط وكأنها معناها وكأنه الاقتصاد الكيين معتا قادر معناها على المواصلة بالضبط معتا رغم التضخم رغم ارتفاع معناها البطالة رغم معتا البالانس دي بايمان اللي هي معتا اكسيدنتر رغم هذا الكل ويقول لك أنه معتا القادر على المواصلة يحكي معتا بيقي نقول على المدى القصير والمتوسط يعني كما قلت إنتي إذا كان طالت الحرب معتا مجموش نكونوا متأكدين قدش بشي معتا بشي بشي شد الاقتصاد هيدا نقعد اقتصاديا نحكيه على حبيت تقول حاجة حبيت تجوز نرجع من عرش مش تكمل تحكي على غزة في نفس السياق والله لأنه هل اسمعنا الناس الكل بالشنو والسياسة اللي بشي قعتبنيها في الفترة الجاية من قبل الكائناة صيوني وهي إغراق الأنفاق بالمياه وفي نفس الإطار نحكي بعيدا حتى نحكي إنسانيا واقتصاديا لأنه قاعدا نشوف قدامي في تحليل وتقارير تقول أنه العملية هذه عملية إغراق التيونال أنفاق ما يسميهم أنفاق حماس في غزة بمياه البحر من قبل الكائناة الصيوني بش تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للعيش مع أنت مع إينا بيتابل لمدة مئة سنة هذيك ملحم متاع هذيك الملحم متاع روما اللي حابت تنصره نصرته على أرض كارتاج أنا لبيس معتها وأنا متأكدة نقعد عندي شوية نوع من التفائل كان شوي يستفيق للضمير في العالم لو أن الإنسانية بالحق خذلتنا في الفترة الأخيرة لكن نقعد نقول أنه مش الإنسانية الكلية شفنا صحوة واستفاقة أنا ما توصل لش إسرائيل للشي هذة بداوة بداوة منذ ساعات في ضخ المياه مياه البحر حتى كان وصلت غزة معنى تعود تنخض من رميدها وكانت البيرح كيف زاد السلطة الأمريكية كانت حذرت من أنه اعتماد السياسة هذية في الهجوم هذينا نحن نحكي بطبيعة على شنو النجم يصير بشكل عام مع إغراق تحت الأرض تحت الأراضي ولكن إضافة إلى هذية حتى في البداية متع العملية ممكن أنه هذية يمشي مباشرة للمياه الصالحة للشراب ولي يخلي المياه غير صالحة للشراب نهائيا مع تيمس المياه العذب معناها هذ هو الإبادة اللي نحكي عليها إبادة عرقية أكيد ما إبادة معناها لمدينة كاملة اللي اليوم قاعدة تعيش بصعوبة دائر أنت كنت تحكي على ممثل البنك الدولي يعني في تونس عليكسندر روبيو دونك البنك الدولي يقول أنك ماش حاد بالاقتصاد الفلسطيني جراء العضوين ويقول أنه مع تا الاقتصاد الفلسطيني اللي دجا هو يسبغ تبا بياما معناه في غزة بالذيت مع تا يقول كماش بنسبة 3.7% في نهاية 2023 و6% في 2024 يعني هذي جراء العضوين وقت اللي نغم المو كان مفروض معناها في سبتمبر قبل ما تبدأ الحرب هذي أنه يساجل النمو بنسبة 3.2% دونك هذي يروا تقييم أولي للأضرار يعني ما نظل ما نجموش نقوله ما نجمش البنك معتها اليوم يكون معتها بخيسي في قراءته يقول أنه التقدير يمكن تعديله حسب البنك الدولي وفق لمدة الحرب ولي عواقبها كنت تفسر المستمعين أنه اليوم إسرائيل عادة 5.2% آخر معناها أنه غرق غزة وتحب ترتاح يعني البارح في خطاب أبو حمزة اللي هو الممثل على السرية القدس وعلى فكرة خطاب ذكي جدا نتوجه إن شاء الله وصل المستوطين وسكين الكائن السهيوني اللي فكرهم قديش نتنياهو معناها اليوم يعمل في هذي يكله ويقتل في الأسرة ويقتلهم في أوليدهم جسد للبقاء في الحكم دونك مستعد لأي شيء معناها أنه هدم البلاد هدم الاقتصاد دونك حجم الدمار في قطاع غزة عنده تأثير كبير رغم يقول البنك الدولي أنه اقتصاد غزة يمثل سواء 15% من إجمال النيتج المحلي الفلسطيني دونك حجم الأضرار كبير برشا هذي يقول دجا في نهاية نوفمبر هو كبير برشا احنا ما زلنا تاوى ما خلطني حتى بخيسك في نص ديسمبر ما تقبل ولا في أثناء الهدنة يعني الأضرار هذي يمكن تقييمها مع التدمير بالكيم للمعدات 60% من معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 60% من البنية التحتية والصحية والتعليمية 70% من البنية التحتية والتجارية وحتى شبكة الطرق يعني يحكي على تدهور دراماتيكي يعني هذي معتها نص نص مليون نسمة من أصل 2.2 مليون خسروا مسكنهم نحكي على أكثر من 500 ألف معتها مسكن تم تهديمه نسبة الفقر اللي هي دجا كانت توصل 60% قبل العضوين يعني بشديد ترتفع يمكير بكل المقاييس 350 ألف شخص في القطاع يعني ومن أمراض كما السكر كما السرطان كما مشاكل في القلب 50 ألف حامل 183 طفل يولدون كل يوم هذي كله ما تناعرف اللي في نقص مثلا من البنج فما عمليات قيصرية فما ومش نقص انت لطفت ما فميش بنج عدد في الحاضينات يقولك حاليا 130 طفل عدد النازحين اللي فيت المليون ونص شخص جاءنا اللي موت الخد رجزة من جديد خدت رجع يموت والبارح شفت تتصريح انه الوضع اليوم من منظمة إنسانية تقول انه الوضع اليوم اسوأ بكثير مما كان عليه قبل الهدنة هذي دولي مش تكون خبير في حتى شي مش تفهم انه الوضع قاعد يدهور يوما في يوم هذي كله في معنى هالمنظمات العالمية بارح كنا حكينا في أشتاج مع النشيطات معناها اللي بارح مش هو قطع الالكشون بتاع اليوم ويمين اللي تحكينا على الحياة السياسية معناها متاع النساء قبل ما تحكينا على الحياة السياسية متاع نساء ساعة انت شفت في غزة وصحتهم وحياتهم اللي قاعدة تتهدد قرأوا نصوصهم دايق عملوها بشاركة مع نشيطات فلسطينيات يعني نظم الحركة هذي تقريبا في برشة بلدين في العالم منظمات الدولي هذي اليوم يظهر لي بالحق بالحق يعني خذلتنا الكل يعني كعالم عربي بصفة عامة وكعالم ما ينتميش ليهم ما يشبلهمش مثلا ظهرت نهار عشر ديسمبر مثلا لشاخت لفموز لليه ما تنتبقش عن اي حقوق انسان نتحدث عن اي حقوق ولا بتوع بشكل اوضح عن اي انسان خطرتولي انسان وانسان مش كيف كيف ما عندهمش نفس انسان من جهة ما عندوش نفس القيمة البشرية منتع انسان اخر فشل ذري عليها المنظمات اللي قاعد تحكي على الارقام وعلى الخسائر يعني من غير ما تلقى حلول شكرا لك هيجر ترجعنا بعد في زوم شركي واليوم على المانيا على المانيا جستما قعدوا معنا رجعين بعد الاخبار